فبعد أن استولى على أغلب الصفحات في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ها هو يتجاوز عتبة المليون مشاهد على صفحة واحدة وحساب في موقع اليوتيوب دون حساب الصفحات الأخرى ففي الوقت الذي باركت فيه بعض الجهات هذا التوجه الجديد في الإعلام لكسر الطابوهات والبحث في الممنوع قابلته حملة منحازة وغير عادلة من أطراف مجهولة تختفي وراء صفحات وحسابات بأسماء مستعارة لم تستطع المنافسة المكشوفة والشريفة ففضلت اللاعب وراء الستار علها تظفر بمقعد مع الكبار حتى بعض الجهات الإعلامية عوض توجيه النصح وانتقادات مهانية بحتة حولت منابرها إلى ساحات قذف وتجريح في حق القناة وصحفيها وحاولت أيضا بطريقتها إخراج التحقيق عن مصاره إن التحقيق كان في البداية عبارة عن فكرة لدى مجموعة من الصحفيين عاشوا في الإقامات الجامعية وعايشوا هذه الحقائق فقرروا كشف الوضع للرأي العام مهما كلفت النتائج من عواقب متى كانت الحقائق عارا؟ ومتى كان إظهار الفساد جريمة؟ وفي الإعلام أهمية التحقيقات من أهمية المشاهدة وقياس الرأي والتحقيق جلب أكثر من مليون مشاهد إذن النهاية بدون تعليق